دولتنا الإخبارية المعتادة في بداية لقاءنا مع حضراتكم في هذا الصباح هنبتدي بملف التعليم والجهود اللي بتبذل والخطوات اللي بيتم اتخاذها من قبل يعني وزارة التربية والتعليم في الأساس وجميع المؤسسات المعنية بنهضة وتطوير التعليم في مصر في هذا الإطار نظمة وزارة التربية والتعليم ورشة تدريبية لموجهي مدارس المتفوقين تحديدا للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع عدد من أساتذة الجامعات الأمريكية والباحثين في مجال التعليم وفي الحقيقة ملف التعليمنا محتاج كلام كتير جدا يعني محتاج مدرس بتتأفل ومدرس بتتفتح وفي رقابة من التعليم وغيرها من الحاجات وسلوب التعليم والمنهج وتوافقه مع الطلاب وحاجات كتير جدا بصراحة لازم نتكلم فيها منظمة كبيرة جدا محتاجة يمكن مراجعة بشكل كبير جدا لكن على كل حال من الأحوال بنتكلم فرش العمل الخاصة بالنماذج الطلابية اللي هي على الطرق العالمية وربطها بالمناهج وازاي تكون وضع الأسئلة في متناول الطالب إزاي يكون الامتحان بيجي في مستوى الطالب العادي ويكون فيه سؤال يمكن بيميز طالب عن طالب وده منهج علامي معروف أكيد إن شاء الله نشوف يعني في التقرير ده مجموعة من الأفكار الخاصة بمناهج التعليم وغيرها من الأسئلة وطريقة وضعها ضمن أولويات وزارة التعليم للنهوض بهذا القطاع المهم وفي هذا الإطار أقدت ورشة عمل تدريبية لموجه مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا على أيدي عدد من الخبراء الأجانب برامج تدريبية مكسفة لأن دي نوعية مختلفة من التعليم وأول عنصر فيها لازم تغيره هو المدرس والموجه اللي بيقوم بالإشراف فزي ما حاليا بيتم دلوقتي أسبوع كامل للسادة الموجهين في السبع محافظات بصفة خاصة اللي هم خاصين بالعلوم والرياضيات تحديدا اللي هو معنيين بهذا الإطار في المدارس تدريب مكسف على مثلا كيفية إعداد الامتحانات الخاصة بهذه المدارس لأن الامتحانات هي تعتبر العنصر الأساسي اللي أنت تقدر تغير به العملية التعليمية كلها الورشة تضمنت عرضا لأحدث النماذج الحديثة المستخدمة في العملية التعليمية بالإضافة إلى التدريب على كيفية ربط المناهج ووضع أسئلة الامتحانات تعد مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في مصر خطوة مهمة جدا من أجل التنمية بالإضافة إلى زيادة النمو المعرفي للطلاب نعمل على تدريب المواجهين على كيفية الطرق المثلى لوضع أسئلة الامتحانات وكذلك مطابقتها بالمناهج نتدرب على كيفية صياغة الأسئلة ووضع الامتحانات للطلاب بعدما تتنشأ وتفاعل الوحدات المحلية والوحدات الفرعية لمدارس سيستيم اللي تبقى منبسقة عن الوحدة المركزية الموجودة بدوان وزارة التربية والتعليم بالقار حققت مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا منذ افتتاحها نتائج متميزة على المستوى العلمي للطلاب حيث حصد منهما المراكز الأولى في المصابقات الدولية في مجال العلوم والتكنولوجيا على منتصر أنيل ومن ملف التعليم وتطويره وتغيير المناهج بشكل أو بآخر لتتناسب وتتلائم مع مستوى الطلاب وأيضا مع حاجة بسوء العمل بشكل عام للفعاليات الثقافية وأهمها وأبرزها ومن أفضل هذه الفعاليات وأجملها حقيقة المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته الرابعة واللي افتتحت فعالياته منذ أيام قليلة في عدة أماكن في شارع المعز لدين الله الفاطيمي وفي قلعة صلاح الدين وفي أماكن أخرى ولقى إقبال واستحسان كبير حقيقي من الجميع عشرين دولة تقريبا أوروبية وأسيوية وإفريقية بتشارك في هذا المهرجان اللي الكل بالفعل أجمع أنه مهرجان جميل جدا وإحنا عايزين نروح لسه يعني عايزين نتجمع كده إن شاء الله نروح كلنا لازم بجد نشجع الحاجات اللي حتى في الأماكن السياحية نشجع الحاجات اللي زي دي كلنا تواجد كبير جدا أمام يعني العشرين دولة أوروبية وأفريقية وأسيوية هتكون حضرة عايزين بس نقول لأماكن على الواجه التحديد قلعة صلاح الدين قبة الغوري شارع المعز قصر الأمير طاز مركز طلعت حرب بزينهم مسرح الهناجر مركز الطفل الحضرة والإبداع قصر ثقافة بنها والأول مرة قصر ثقافة بورسعيد القناطر الخيرية الموضوع مش مختصر بس على القاهرة لا ده كمان ممتد لبعض المحافظات القريبة من القاهرة أعتقد أن هي فرصة كبيرة جدا أننا نروحهم أما يروحوا كمان طبعا حقيقي فعلا والله بمهرجان جميل جدا وأنا أتمنى شخصيا أن أنا أروحه ونحاولا نحاول أن نروح خلنا نتبع مع حضركم التاريطة على أنغام التبول احتفلت قلعة صلاح الدين الأيوبي بمهرجان التبول والفنون التراثية لهذا العام وتستمر فعلياته لمدة سبعة أيام بمشاركة العديد من الدول الإفروقية والأسيوية والعربية والأوروبية التي تهدف إلى خلق حوار التبول من أجل السلام مهرجان أساسا مهرجان التبول والموسيقات الشعبية في العالم كله وهو بيحمد رسالة السلام إلى العالم ده بيؤكد أنه الفنون الشعبية والفنون التراثية والموسيقى التراثية في العالم كله فن ولغة تجمع الناس حولها ولا تفرقهم حرس على حضور العرض عدد كبير من الوزراء والسفراء والإعلاميين ومحبي فن التبول فيه ثقافات كتير يعني وناس كتير جاي من بلاد كتيرة يعني وأكيد هنلاقي أنواع من تبول مختلفة وقاعات مختلفة وكده يعني مهرجان حاجة لطيفة جدا أصلا يعني الجو العام رائع يعني بس كمية الناس اللي موجودة يعني كل الناس دي مهتمة ونزلت يوم ثلاث تاني يوم مدارس وامتحنات وشغل كل الناس دي موجودة عشان تشوف حاجة ما بتشوفهاش ناس عايزة تتبسط عايزة تفرح يعني حاجة لصيفة جدا وعلى هامش المهرجان أكيم معرض للمنتجات اليدوية والحرف التراثية والخزف من محافظات السينة والوادي الجديد والفيوم والنوبة جاي من السودان وبقدم أشغال يدوية وعبايات عبارة عن عبايات ومفارش وشونة هند ميل ويعني مشاركين في المهرجان دوة السنة دي أول مرة أشارك وفرحان قاموا إننا مشاركة يعني في مصر أم الدنيا من المقرر أن تقام العروض في قلعة صلاح الدين الأيوبي وفي قبة الغوري ومصرح الهناجر وشارع المعز وبعض الأماكن الأخرى من قلعة صلاح الدين الأيوبي أميرة فتحي أنيل دايماً بيكون في مدينة من المدن بتحظى بلقب عاصمة السياحة وعاصمة الثقافة العربية دايماً بنشوف تركيز كبير كتن زي ما كانت الإسكندرية في سنة من السنين أكيد بتنتقل المرة ذي الراحت لتونس يمكن تم واقع الاختيار على مدينة صفاقة التونسية بلقب مدينة وعاصمة الثقافة العربية في إطار مشروع العواصم توقف العواصم الثقافات العربية المقام تحت مزلة المنظمة العربية للتربية وثقافة العلوم طبعاً دي حاجة مهمة جداً لازم نستغلها بكل الطرق الممكنة عشان نوصل ثقافتنا للبلاد الأخرى طبعاً أكيد كل مدينة بتحظى بهذا اللقب لقب عاصمة الثقافة العربية بتقوم طبعاً بتنظيم العديد من الأنشطة اللي بتهدف في الأساس للنهوض بالعمل الثقافي العربي المشترك زي المعارض ورش العمل الأسابيع الثقافية العروض السينمائية والمسرحية وأيضاً العمل على الترويج للصناعات الثقافية وتشجيع مبادرات القطاع الخاص لدعم الثقافة والاهتمام بالصناعات الإبداعية طبعاً مدينة صفاقس التونسية اللي تم تتوجها عاصمة للثقافة العربية في عام 2016 هي ثاني أكبر مدن تونس وعرفت حديثاً بأنها عاصمة الجنوب التونسي وبتقى على بعد 270 كيلو متر جنوب تونس العاصمة وبتمتد سواحلها المطلة على البحر المتوسط لمسافة 235 كيلو متر والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلاسكو تم تأسيسها طبعاً عام 1970 ومقرها الأساسي تونس وبتعمل طبعاً في نطاق الجامعة جامعة الدول العربية وهي معنية أساساً بالنهوض بالثقافة العربية وتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والقوم يعني تونس كلها جميلة في صراحة يعني صفاقس سوسة كل المدن التونسية مدن جميلة جداً وهي كمان بلد هدي وبلد جميلة نتمنى إن شاء الله أنها تظل كذلك يا رب إن شاء الله زي كل الدول العربية إن شاء الله كمان موضوع تاني في المملكة العربية السعودية بشوف شكل مختلف من الفعاليات يمكن فعاليات جديدة على المملكة العربية السعودية فعاليات خاصة بالمجوهرات يمكن بتتشهر بعض الدول بالمجوهرات لكن المعرض ده المرادة يكون في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في الرياض طبعاً هي برضو المملكة العربية السعودية مشهورة بالمجوهرات وأشكالها المختلفة والمتميزة واللي بتعبر حقيقي عن الفن والذوق الخليجي المعرض طبعاً بيضم أحدث التصميمات الخاصة بالمجوهرات وبشركات عالمية ومحلية كلها بتجتمع في هذا المعرض وتحديداً حوالي 60 شركة من 13 دولة كلهم جايين يعرضوا منتجاتهم المختلفة من المجوهرات والحلي نتابع تفاصيل أكتر في التقرير على معرض المجوهرات في العاصمة السعودية الرياض توافد الملعون باقتناء كل ما هو نفيس المعرض جمع أرقى وأفخم وأحدث التصميمات الخاصة بشركات عالمية ومحلية تحت سقف واحد بمشاركة أكثر من 60 شركة من 13 دولة المميز في المعرض أنه موجود كل الشركات العالمية الأوروبية اللبنانية من البحرين ومحلية كمان شركات مهمة كلهم صراحة بيهيئوا نفسهم من سنة كاملة بالمصوغات تاعتهم لأنهم يعرفوا أن المشتري السعودي يعرف جيدا بالأحجار المجوهرات ويفهم فيها مضبوط كونه ينظم في السعودية التي تهيمن على سوق الماس في الخليق بحجم إنفاق يقدر بنحو 323 مليون دولار فإن المعرض مثل فرصة للعارضين والمشترين على حد سوى المعرض يضم أكبر الشركات المجوهرات حول العالم تقريبا طبعا أستفيد أنا كمسوق في هذا المجال أستفيد أنه إشهل المجالات الجديدة إشهل العروض الجديدة اللي عندهم أزيد التعاقب مع شركات من خلالها أقدر أسوق للعملاء اللي أعرفهم الساعات الفاخرة كانت حاضرة هي الأخرى بين أروقة المعرض وسعت الشركات العاملة في هذا المجال إلى جذب السيدات بصفة خاصة السيدات السعوديات عميلات بارزات لنا يفهمنا الجودة الرفيعة للساعات التي نعرضها وأفهمنا التصميمات اللطيفة والتصميمات الخاصة التي يمكننا تقديمها لهن لذلك فأنه ضروري لنا بالفعل كما إنهن يستمتعنا بالتصميمات الجديدة هنا أيضا تجد منصة مجانية للجيل الجديد من مصميم المجوهرات السعوديين الذين يأملون في أن يستفيدوا من هذه الفرصة لعرض منتجاتهم نحن الآن في فترة الكل بيدعم المواهب السعودية والشباب السعودي وأعتقد أنه الدعم كبير بس نحتاج دعم من الجهات الحكومية بس أنهم يفتحوا المجال لنا عشان نتمكن أن ندخل هذا السوق وتحظى المجوهرات الفاخرة بشعبية في السعودية حيث ينظر لها كثير من المواطنين باعتبارها أكبر من مجرد حلي للزينة كما يستخدمها آخرون كاستثمار مضمون حيث يزيد ثمنها سنويا بحوالي من 10 إلى 15% طبعا بنتكلم عن حب الحياة برغم أي صعوبات أو ظروف نتجة لمعيشة صعبة أو لظروف احتلال الحياة طبعا بتستمر والجميع بيحاول أنه هو يصارع هذه الظروف الصعبة ويتغلب عليها بأشكال مختلفة من الحياة وحب الحياة خلف قطبان الأسر تحديدا في سجون الاحتلال الإسرائيلي في شابين فلسطينيين هم خلدون البرغوثي وعبد الرحمان البيبي توصلوا لفكرة مشروع لبناء حياتهم الجديدة وده بعد 9 سنين كاملة أضوها في سجون الاحتلال الإسرائيلي هي طبعا فكرة يمكن موجودة في أماكن كتير جدا موجودة في العالم يمكن موجودة في مصر كمان هي فكرة المطاعم المتنقلة أو فكرة العربات الخاصة بالمطاعم المتنقلة وإزاي تفنين مكان لمكان وإزاي يكون تقدم الوجبات بشكل سريع وده فكرة متعرف عليها لكن ربما مع ظروفهم ومع حياتهم ومع معاشتهم يكون الموضوع أكثر صعوبة والتفكير يكون في حد ذاته هي فكرة جميلة ويحاول يخرج زمانات نرمين برى الأسر وبرى الحياة الصعبة اللي هم بيعشوهم خلنا نشوف التأرير وأخبارهم إيقا والتأرير نيجل لحضرتكم مرة تانية أثناء تجولك في قرية كفر عقب بالضفة الغربية قد تحتاج لوجبة خفيفة ساعتها ستجد تلك السيارة أول مطعم متنقل بالقرب منك مشروع صغير خلف قطبان الأسر نبتت فكرتها لدى خلدون البرغوثي وعبد الرحمن البيبي ليكون مشروعهما بعد انتهاء فترة الأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي واجه خلدون عبد الرحمن الكثير لتطبيق المشروع على أرض الواقع بداية من التكليف وحتى توفير الطاقة اللازمة لطهي الطعام ومع تنقل المطعم من موقع إلى آخر بات له الكثير من الزبائن يتجمعون حوله للحصول على وجبة كفيفة كل الاحترام لهم والله يرزقهم يعني فكرة كتير حلوة مشروع إن شاء الله أنه بنجح معاهم وأكلهم زاكي وبدأ أقتهم منظيفة وشغلهم منظيفة فكرة منيحة لبعض الناس اللي بكونوا يعني مساجلين على الشارع على الطرقات وحتى الساعة يتنقل مطعم خلدون عبد الرحمن للوجبات ترجمة نانسي قنقل